مصطفى محمد لاعب أنا وجهة نظري أنه عنده من المقومات قد يكون لا يمتلك المهارة الأكبر لا يمتلك فكرة اللعب بالقدمين بشكل زي مهاجمين كتير شوف نوع منه في تاريخ مصر ولكن هو مميز في ألعاب الهواء بيقدر يخطف جون ولكن الضغط المتواصل على شخصية مصطفى محمد في فكرة المهاجم الأول المهاجم اللي احنا افتقدناه من سنين بدري أوي أحمد وشوفنا أسماء كبيرة جدا زي كابتن بوجي ورضا متولي نتمنى لمصطفى محمد مسيرة أفضل وإحنا ده المصلحة المنتخب والمصلحة الكرة المصرية ولكن بالراحة يا جماعة شوية واحدة واحدة اللي احنا قلناه رمضان عنده من التاريخ والمباريات الدولية والبطولات اللي يشفع ان احنا دي بتبقى دفعة معنوية إنما مصطفى محمد الدفعة دي ممكن تنزله التحت شوف يتوقف على شخصية اللعب قدر اللعب يتحمل الضغوط دي وقدر يتحمل المسئوليات وخاصة ان بالفعل احنا عندنا فراغ في مركز رأس الحربة تحديدا بعد اعتزال عماد متعب وكان قبل منه عمر زاكي ولكن عمر زاكي كان يختلف برضو إنه وصل لمستوى عالي جدا 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 ومع الضغوط تراجع مستوى عمر زاكي وانتهت مسيرة عمر زاكي احنا ما نتمناش لمصطفى محمد إنه دي بالتأكيد نتمنى حتى لو جاله احتراف إنه يوفق في الاحتراف السنة عندي سؤال لي الموضوع بتوقف على شخصية اللعب بس ولا شخصية اللعب وشخصية الجمهور شخصية اللعب وشخصية الجمهور والبيئة المحيطة باللاعب اللي ون وهنا الموضوع بيقودنا لفكرة إن النادي الاهلي على مدار التاريخ هو دايما مصنع الأبطال مصنع شخصيات بتتحمل ضغوط بنشوف الكلام ده كتير جدا لعيبة كتير جدا كانت ممكن لو انضمت للنادي الاهلي كانت تقدر تبقى أساطير وتصنع مستقبل لها مختلف تماما على المستقبل اللي وصلت ليه ومش عايزة أقول أمثال مش عايزين نقول أمثال ومش عايزين نفتكر اللعبين كاب بتقول يمين يعيش ويشوف الأهلي بياخد الدوري ومكملتش برضو ظاهرة وانطفت لكن احنا بنتمنى الاستمرار نتمنى التوفيق لمصطفى محمد أكيد ولعب جيد ولعب رائع ولكن احنا بنيدي له رسالة والله فيها حرص عليه أكتر من جمهور بقى السوشال ميديا تفعلت ازاي مع رمضان صبح ومصطفى محمد بنا نتكلم عنهم موضوع كوميدي جدا طبعا في ظل وجود الإصابات فالناس بقى تقلق من الإصابات فبدأنا نتجه أن جمهور الزمالك بتحسد الأهلي على رمضان صبحي فالأهلي يرد عليهم بمصطفى محمد فجايبين كومي الجميل جدا بيقول ايه الواد رمضان ده اللهم صلى على النبي الواد واخد الملعب رائعك جاي وما بيهيماتش ام رد عليه طبعا اللي هو عادل إمام اللي هو بقى بمسل النادي الأهلي طب ما انتم عندكم مصطفى محمد الواد كل ماتش بجول وجولين وبيلعب التسعين دي وما بيجلوش شدة حتى احنا مش عايزين نتكلم يعني فكت حاجة ظريفة كده ان شاء